السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة صلاة الجمعة علاش لان بعض المسؤولين قالوا امام خطر مرض كورونا سوف نلغي التظاهرات الرياضية ونلغي التظاهرات الفنية كي تجمعوا الناس بالالاف ومخلطين في النفس ديالهم وعارفين بان هذا المرض ينتقل عبر الجو وعبر التنفس وعبر سهل جدا ينتقل الى جاره حتى يقولوا خاصي يكون بينكم لغا تكلم معاه ميترو وثمانين سنتيم يعني تقريبا جوجة المتر بينكم بلا نتكلم معاه في التظاهرات الفنية والرياضية الناس مزاحمين الى قدر لك اصابة واحدة غا تعدي الاخرين اسمعنا اللي منهم من قال هل سوف تلغى صلاة الجمعة بعض دول عربية صارعت وقتلهم تلغى صلاة الجمعة علاش الناس اكتضاد غايدخلوا للجامعة يقدر واحد فيهم يكون مصاب ويقدر يؤدي الاخرين الى اعتص فقالوا ممكن ان نلغي اي تجمع اي تجمع ممكن ان نلغيه الا بيوت الله هي الوحيدة العقلاء هما يفهمون حقيقة الدين وحقيقة ما يقع ممكن ان الغي تظاهرات الرياضية الغي تظاهرات الفنية الغي الجلس عن المقاهي الغي حتى الجلسة البرلمانية والحكومية ممكن الغيها لكن شيء واحد لا ينبغي ان الغيه وهو الصلاة في المساجد بالعكس هذه فرصتنا ان الخلق يفرون الى الله يذهبون الى المساجد في الصلاوات الخمس ومع الفجر وخصوصا يوم الجمعة ويكتضون ويبكون على الله تعالى يرفعه الله العدب احنا عارفين بان ربي عز وجل هذا كله غير اختبار اختبار وليعادة البرمجة وليعادة الدين من جديد ولتصميم نظام عالمي جديد هذا يوقع سيوقع بان هناك نظام عالمي جديد بمقاس الهي مش بمقاس دول العظمى الدول الامبريالية او الدول لعند ترسانة عسكرية او عند تنين اقتصادي لا غيكون برمجة الهية ربانية فما يقع كله في خير حتى لو كان في بعض المضرات لكن في خير لانكم لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ان ما فعل ربكم الا خير يوقع لوقع حاجة وحدك نوصب يا نفسي واحباب الكرام كلهم وهي الاكثار من الدعاء الدعاء مخ العبادة وهو الحبل المودود بين الخلق والخالق عز وجل واحب ما يحبه الله تعالى من عباده الدعاء فنسأل الله تعالى ان يحفظ الجميع انا غير هاد الايام ما نسمعه عن فيوريس كورونا ما بقاش الخطر والفيوريس الخطر هو الشائعات والخطر وهو كلام الناس وهولهم وتهويلهم احتول اللي فيه الرعب داخل الرعب ما نخاف من والو اخر ما هي موت الموت رب عز وجل تكلم عليها وقال لنا فان الموت اللي تفرون منه فانه ملاقيكم كانوا شي صحابا خايف من طاعون وخايف من الفقر وخايف من كدو هربانين قال لي ما تخاف ما تهرب فقا تهرب الى كان القادر اكتب لك توفى في زمن معين في مكان معين لا داعي للهرب فان الموت اللي تفرون منه فانه ملاقيكم انتهى هربان منه منجه هو لك اتلقى لك منجه فلا داعيا لكي نخاف ولا لكي نقلق اخلها على الله واغتلق بان السكر يستقر في المعدل المطلوب والطرسيوم احتى الضغط دي الدم يستقر والحياة كلها تبدو سهلة وميسرة ومباركة وحلوة الحياة حلوة هكذا قال النبي الكريم ان الحياة حلوة خضرة خضرة جميلة لكن قد تسوء في انظار بعض الناس ببعض الاسباب المعينة اخي سي محمد احنا ربي عز وجل رغم كل شيء ماذا قالنا في كتاب العزيز قال لنا قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم الدعاء الدعاء نقدر ندر اخطاء وندر دنوب وتجاوزات اي نعم ونستحق عليها العقوبة ونستحق عليها البلاء الشديد ولكن الله تعالى من رحمة الوسعة سنى قانون اله قال لنا قل ما يعبأ بكم ربي لا يعبأكم عندكم قيمة اخذ ربي في صيحة واحدة ياخذكم لكن قال لنا لو لا دعاؤكم نكتر من الدعاء وما نخافوش اخونا سيد محمد من جمعة سحيم الله يشافك اخويا الله يمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية واسأل الله ان يشافي زوجتك وان يزوقها السكينة ويجمع بينك وبينها انت مهاجر ومغادر العائلة وقد قبل لقمة العيش اسأل الله ان يغنيك من فضله ويغنيك من جوده حتى تعود الى 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 مسقط رأسك مع العائلة او تجمعه معكم افضل بيضاء فاخونا سيد محمد من جمعة سحيم واحد اللي هو فلاح في البادية خل البادية وجل المدينة والسبب هو شح السماء قلت تساقطات الفلاح الصغار بدك يبكيو العلف كان خمستاشر درهم رهولة ثلاثة وثلاثين درهم المهرجان دي الفلاح اللي كيتنظم كل سنة ما غيتنظمش واحد المجموعة دي اللي الامور صعبة عند الفلاحين والامطار قليلة ماذا عسنا ان نفعل نطلب مصدوق النق الدولي نطلب من منظمة الصحة العالمية ره كلهم كيبكيو أو كلهم كيش كيو ما بقي احد يستحق ان نطلبه سوى الخالق عز وجل وحده لا شريك له لكي يحقق فينا عقدة توحيد فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم اللهم اغيتنا اللهم اغيتنا وامطر علينا امطر الخير وشافينا وعافينا وارزقنا رزقا حلالا طيبة اللهم يا رب اغفر لنا وتب علينا واسترنا وكلنا وليا ونصرا قولوا جميعا امين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة